كما كنت نحكي كل البلاستيك عنده درجة الانحيل المتاع كل نواة عنده الامباكت متاعها على الإيكو سيستام احنا اللموالي دوني باش ندرسوهم بطريقة علمية وباحثين يشرفوا على الحكاية هذية باش من بعد نجمو نلقو حلول سيوي راسك لا سيوي انو نصدر قانون نقطعو كل نواة هذيك كمبلتما وغيرهم الحاجات بالنسبة لبلاستيك كيفاش يتحول الى ميكرو بلاستيك احنا نعرفوا اللي البلاستيك مادة تجي من الغاز الطبيعي او من البترو يعني مادة مصنعة مهيش ماش طبيعي يعني ما تتحللش وحدها وجيني غالما ما يتحللش البلاستيك معناها يقعد في الإيكو سيستام بعد تجي متغيرات نحكيوا لهنا على رطوبة نحكيوا على ريح نحكيوا على الكنتاكت متاعوا مع الماء خاطر الماء فيها خصائص اخرى معناها شغموا اللي شيميس بش يبدوا يتفكروا في الكور اللي قرامة في الشيمي نوك بعد هذي الكل يتحلل ويوالي دي فخاجمون صغار ميكرو بلاستيك جزئيات لا تورى بالعين المجردة اللي هذي بعد يدخل في الشينة اليمانطير اللي في البحر تكونسومي الحوتة والحوتة عندها حاجة اخرى بشتاكلها فوقها حتيكش اللي يخلط للبلاتون بتاعنا احنا وهذيك السبب بالخامسة جرامات وغير ومالحاجات اللي قاعدين نحكيوا مزجس معلومة صغيرة اللي فما ديزيتوت قاعدين يدوروا عالفيسبوك انو ولينا نقاوا البلاستيك في دم الإنسان وغيره وفما ديزيتوت اخرين اللي ميم حتى توا الجانين الفتوس في كرش أمه ولينا نشوفوا قاديش عنده نسبة بلاستيك على خط البلاستيك اللي هي تربط الأم بالجانين ولا فيها ميكرو بلاستيك وهذا الكل جاي من الاليمانتاسيون والانبلاج وغيره من الحاجات الحقيقة انا كي نسمك هكا ومتأكد للمستمع والمتابع اللي قاعد يتفرج ويسمع فيك ما ينجم كان يخاف الكلام ذا خوف نحكيوا اليوم في الفين واثين واثين وعشرين على حاجة توا توا معناها هكا قادرين بوتيتر نوعا ما ان ننقضوها لكن ما نعرفوش على المادة الطويل شو نجمي سير سيسليم في مرة اللي فتت قال لنا راوي نجمي جينهار معاش نلقاوا حوت في البحر انتي كنت قلت لنا توا توا نجمي جينهار نلقاوا لبلاستيك اكثر من حوت في البحر